والآن السيد أنتوني بلينكن معالي وزير الخارجية الأمريكي فليتفضل بإلقاء كلمته أنا في غاية السعادة لكي أقابل الوزراء هنا في تلك القمة الفريدة من نوعها ومنذ هنا منذ قرابة 19 عاما نحن هنا نتضامن مع جميع الضحايا وأنه ليس هناك أي عائلة عليها أن تفقد عزيزها أو تخوض تلك التجربة الحزينة والقاسية نحن هنا نقف أمام العنف والإرهاب وهذه هي النقطة التي نحن من أجلها ونريد تفعيل التوازن في العالم ونحن لشرف كريم أن أكون مع وزراء الخارجية العرب من مصر والإمارات والبحرين والمغرب نقف جنبا سويا ولسنوات سابقة كان هناك يقول أننا مستحيل أن نكتمع سويا وسيد إبراهام أنت أنه كان لديه خطابا وحوارا من أجل الإنسانية أنه ليس هناك أي شيء يخيفنا كما قال السيد بن جوريون سابقا ونحن هنا نحن نوقع عقدا هاما مع مصر والإمارات والبحرين والمغرب كانوا يقولون أن ذلك مستحيلا ولكن الآن أصبح ممكنا من أجل السياحة بين البلدين. وفي ذلك التفاعلات الناس لديهم حرص على التعلم من بعضهم البعض. وماذا حدث في لولكست؟ المعرض الدولي الذي تم افتتاحه في دبي وفي غن. وفي غن سوف نرى لعبين كرة الكرم من جميع الدول المشاركة سوف يلعبون في بطولة إبراهام في إسرائيل. نحن هنا من أجل سلام على المستوى العالم كله. نحن هنا من أجل التقدم والازدهار ونود على كل الحكومات الموجودة في تلك القمة أن تركز على الازدهار والتقدم والتعاون ومناقشة صبل التعاون بين الدول وبعضها البعض. نعم نحن نقف بواجه العنف ونتصدى للإرهاب ونسع على تحقيق التوازن بالعالم ونحن نريد العالم كله في سلم وأمان ولهذا نشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل ونحن من أجل نتعزيز سبل التعاون والتسامع بين البلاد علينا أن نقدم الازدهار لتلك الشعوب ونحن هنا من أجل التقدم الفعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبذلك العلاقات الدبلوماسية مع الإسرائيل وتحقيق صبل التعاون معها والذي كان لديه أثراً إيجابياً بحضور تلك القمة اليوم وهذه المحادثة لديها هدف أنهم يكونون على حدة يحصلون على الكرامة والمساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهم كجيران لبعضهم البعض كأصدقاء ونحن هنا لنواقع التحديات الأمنية وبذلك كانت 33 سنة ماضية كانت هناك السيد الرئيس السادات ونظيره الإسرائيلي عقدوا اتفاقات للسلام وكانوا يقولون أن هذا لن يكون ممكناً أو هذا سيكون مستحيلاً أن يكون هناك سلام بين مصر وإسرائيل ولكن الواقع هو تحقيق سبل السلام وخلق حقيقة جديدة بخصوص هذا الأمر نحن هنا نتفاعل مع بعضنا البعض ونتعامل مع بعضنا البعض ونقف جنباً إلى جنب وهذا هو التقدم الذي نستطيع تحقيقه أو تخيله وأنا سعيد بتواجتي هنا مع القادة من المجتمعات المختلفة والدول المختلفة لتحقيق علاقات مثالية وكان لي الشرف أن أكون هنا وأن نكون سوياً مع بعضنا البعض وأن أراكم هنا من أجلنا ومن أجل العالم أجمع